الصيام خلال شهر رمضان المبارك يحدث تغييراً على جسم الإنسان وكسراً للروتين اليومي وهذا في حد ذاته يؤثر بشكل أو بآخر على القلب والأوعية الدموية دراسة علمية نشرتها مجلة التغذية نيوترشن جورنال أثبتت أن الصيام هو الحل الأمثل لتلافي خطر الإصابة بأمراض القلب وأكثر من ذلك فإن الصيام يساعد في تحسن الحالة الصحية للمصابين بهذه الأمراض وأظهرت الدراسة أنه خلال أكثر من 16 ساعة صيام يستهلك جسم الإنسان الدهون الملتصقة بجدران الأوعية الدموية ويعمل على إذابتها تماماً كما يذيب الماء الثلج الأمر الذي يزيد تدفق الدم عبر هذه الأوعية وكذلك زيادة نسبة الأكسجن والغذاء إلى الخلايا عبر الدم ومن فوائد الصيام أيضاً أن العملية الهضمية تختلف عن باقي الأيام وذلك يقلل كميات الدم التي يضخها القلب مما يساعد مرضى القلب والذبحة الصدرية الذين يصومون على تحسن حالتهم الصحية وتضيف نتائج الدراسة أن الصيام يؤدي إلى تحلل الخلايا التالفة واستبدالها بخلايا جديدة ونشطة ما يزيد من عمل وقوة وظائف الجسم المختلفة لذلك يشعر الإنسان بعد انتهاء الشهر المبارك بنقاء جسمه وزيادة طاقته